عشان أنا مكتب لي هجي لي ما يبطي فيه نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة تلزك نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون جامعة عين شمس زميل كليات الجراحين الملكية البريطانية عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار خمسة وعشرون بحثا منشورا دوليا أكثر من مئة بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبي اسمحوا لي أنا نرحب بضيفي العزيز القيمة الألمية الكبيرة أستاذ دكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحات العيون بكل الطب جامعة عين شمس والجراح الكبير أهلا بيك الدكتور أحمد بي أهلا وسهلا وأهلا بيكو في الدكتور في الدكتور أنا بس عايز أعلق شوية ممكن بعد إذنك طبعا أولا الكلام اللي حيقولته صح مية في المية إن موضوع مثلا على سبيل المثال موضوع الجزر ده بيقوي النظر دي ممكن جاي على السجع بتاع الأغنية يعني لكن مش والجزر آه في فيتامين ألف بس مش هو الوحيد الأكتر حاجة فيها فيتامين ألف رقم واحدة مش مش على سبيل المثال فيه فيتامين ألف أكتر من الجزر بكتير فلو أنا عايز أغير قوي النظر لو هو مقولة دي صحيحة يبقى أنا مفروض أكل مش 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 أكل جزر على سبيل المثال يعني الحاجة التانية إن هو الفيتامين ألف مش هو ده العام الأساسي اللي بيتحكم في النظر في حاجات كتيرة جدا وكإحتياجات العين من الفيتامين ألف بتكون قليلة جدا وعشان يبقى عندي نقص من الفيتامين ألف علشان يبقى يقدي إلى ضعف النظر فهيبقى مصاحب مع أعراض تانية زي تأشير في الجلد على سبيل المثال فدي هتظهر قبل ما يظهر حتى ضعف النظر فهي كلامك مصبوط مية في المية قصة موضوع الكمبيوتر وموضوع التلفزيون هو مجهد للعين لكن مش بيضعف النظر يعني مش هو ده اللي يخليه السالب يتغير بسرعة لكن هو كعامل مساعد ممكن أنا طول ما ببص على حاجة قريبة ممكن ده يساعد أن أسر النظر اللي هو عندي يتكون ويبقى أكتر وكل ما ببص البعيد كل ما بيكون أحسن لكن ما فيش إشعة بيطلع من التلفزيون زي ما كنا زمان بنقول أو زي ما كان أشيع زمان إن فيه إشعة بيطلع من التلفزيون يبوز العين فالكلام حقيقي مظبوط أنا بس عايز أعلق على النقطة الدول والحاول لا يتحسن الحاول في بعض الأقويات يمكن ليه تحفظ شوية صغيرين على الكلمة دين في بعض الناس هم عندهم حاول لكن هم عندهمش حاول أطفال الصغيرين في بعض الأطفال هم تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك إيحاق إنه عنده حاول لكن هم عندهش حاول ده بيتحسن تلقائيا بس هو بالأول هو مش حاول بنقول عليه حاول كاذب ده مش حاول أساسا مجرد معضمة المناخير تكبر شوية صغيرين فتحة العين شكلها يتغير مع نمو الطفل الحاول ده بيتلاشي أو الشكل الحاول ده بيتلاشي لكن في بعض الأطفال عندهم حاول فعلا دول لازم يتدخل التدخل ده ممكن يكون بسيط جدا زي نظارة أو يكون عملية عايز أروح بقى للليزك الليزك عملية مهمة جدا مشهورة جدا لكن حواليها الكثير من يعني النقاط اللي تحتاج توضيح مش نقول لغة لكن توضيحات أولا هي لزك من أشهر وأنجح عمليات العيون لكن لها كراتيريا أو لها شروط لازم شروط دي تستوفى في عين المريض علشان تبقى العملية نجحة لو الشروط دي مش مستوفى فالعملية نتاجتها مش هتكون مرضية للعين خالص وبالتالي ممكن العين دي يرجع يلبس نظارة تاني وما يبقاش مبسوط من نتيجة العملية وساعات يبقى مقاس النظارة اللي هيلبسه بعد الليزك أسوأ من مقاس النظارة اللي كان لابسه قبل الليزك ده نتيجة حاجات أعوامل كتيرة جدا نتيجة أن الأول ما كانش المريض دي ينفعله الليزك دي رقم واحد رقم اثنين ممكن جدا أساسا الجهاز الليزك أننا استخدمته كان جهاز قديم أو أننا عملت قطع في القرانية بالمشرط مش عملته بالفمتوليزر زي ما احنا بنتجلم بالوقتي في الطريقة الحديثة في أسباب كتيرة جدا بتخلي أن المريض أو صومة الليزك حتى متبقاش يعني في بعض الناس يسمعي يقولك أنا عملت الليزك والبيرجات اللي بست نظارة تاني العملية بايزة عملية مش حالوة أو أعطي عمل الليزك كلام ده مش مزبوط لا إن لو على هذا المنوال المفروض أننا مركبش بقى عربية إن العربية بتعمل حدثة ولا أركب طيارة عشر طيارة بتقع فبالتالي الطيارات كلها وحشة والعربات كلها بتعمل مشاكل فما أركبش العربية ولا أركب طيارة وأرجع أركب حنطور بتاع زمان الكلام ده مش مزبوط العملية دي عملية نكحة جدا لكن عايزين نوضح بس أن هي لها شروط وليها بدائل البدائل أنا عايز أوضح بس فكرة الليزك الليزك القرانية نفسيها بتاعتنا الليزك هو الجزء الخارجي من العين عبارة عن طبقات زي زي الورقة ده حوالي 200 طبقات الليزر السطحي أو الليزك في الأساسة إن إحنا بنشيل بنعمل قطع من القرانية كده وننزل شو على الليزر الفيلم هنا بيبين القطع ده ممكن يتم بالليزر ممكن يتم بي المشط فإحنا هنا بنعمل القطع بالليزر لكن في جميع الأحوال في شريحة من القرانية أنا بشيلها شريحة دي عبارة عن مجموعة من الطبقات السطحية بشيلها وخلي شوعة الليزر بعد كده ينسل ورجع تاني الطبقة دي تاني مكانه المشكلة هنا هوات المشكلة بقى فيه لما بعد القطع ده لما عملته هنا هوات لو بصينا بالكاميرا هنا وطع الجزء ده المشكلة دي لما بقطع كده هوات وبرجع شوعة وحط الليزر هنا هوات ورايح مرجع شوعة الليزر تاني كده هوات أسف أرجع طبقة القرامية تاني كده هوات دي ما بتبقاش ثابتة في مكانها فممكن تتحرك مكانها خاصة في الأيام الأولى بعد العملية لو دعاك المريضة إيدي في عناه وفي نفسها بتضعف نسيق القرنية ككل نسيق القرنية بيكون من 200 طبعا بالمنظر ده كنا زي الكاشكول ده أو زي الكورسة دي أو الورقة ده فإن هو تلقاته اللي أنا عملته ورجعته تاني هو بيلحم بس ما بيساهمش في الأنسجة بتاعة القرنية في قوتها بيبقى ضعيف فتبقى القرنية ضعيف فلو من الأول القرنية بتاعة المريضة رفيع عدد الطبقات قليل أو هي ضعيفة خلقيا من فعش الليزك طب نعمل إيه في هذه الحالة؟ في بدايل في بدايل الليزك كان عندنا قبل الليزك الليزر السطحي الليزر السطحي يعني شو عن الليزر ينزل على سطح القرنية السطح القرنية ده عبارة عن طبقة واحدة من خلايا بنشيلها بطريقتنا أخرى وينزل على سطح القرنية مباشرة أنا ما بشيلش الشريحة دي خالص زي ما نعملت في الليزك بينزل على سطح القرنية المشكلة في الليزر السطحي ما خدش شيء يعني شعبية قوي زي الليزك ليه إن إن السطح القرنية فيه أعصاب بيحس بالألم فلما بنعمل العملية على هذه الطبقة العيان بيشتكي إنه بيحس بشبورة في عينية وألم لمدة 4-5 تيام وساعات الشبورة بتمتد لمدة أسبوعين بعد العملية ففترة النقاة بتكون سخيفة شوية فالليزر السطحي ظهر قبل الليزك هنا دي طبقة خلايا بتتشال بس كده هوت لكن شعال الليزر بينزل على سطح القرنية إحنا هنا ما عملناش قطع وبالتالي ما عملناش قطع فإحنا هنا ما ضعفناش القرنية زي ما بنعمل فيه الليزك فالليزر السطحي قد يكون أأمن في بعض الأوقات من الليزك عيبوا إن فترة النقاة بتاعته بتكون أطول من الليزك أنا بشرحها للمرضى الزيزاي إنت دلوقتي ممكن تروح من مصر الجديدة للمهندسين ممكن تركب العربية المكيفة بتاعتك وتنزل العربية بتاعتك وتروح تركب العربية من الباب توصل ليه المكان اللي انت عايز توصله فيه المهندسين بالعربية طيب نفترض أن العربية دي فراميلها بايزة وفي مشكلة في الموتورك العربية والكبالي متاعتها مش مزبوطة والعربية فراميلها بايزة زي ما قولنا يبقى أأمن تركب مواصلات ولا تركب العربية لفراميلها تركب مواصلات؟ تركب مواصلات المواصلات هتنزل هتمشي شوية تستنى الميكروباس أو تقف في محطة تركب الأوتوبيس هينزلك بس يقف كذا محطة هينزلك في المكان اللي انت عايز تنزل فيه هتمشي شوية كمان عبل ما توصل للنقطة اللي انت عايزة بالزبط في الحالتين سواء انت ركبت عربيةك أو سريعة سواء ركبت المواصلات انت وصلت بس في واحدة وصلتك بطريقة أبطأ شوية نفس الكلام الليزر السطحي مش سيء الليزر السطحي بيديك نفس نتيجة الفيمتوليزك بس بفترة نقاها أطول شوية طب ليه ما بنعملش الليزر السطحي على طول؟ عشان فترة النقاها بتبقى أطول واحنا في الحياة المدنية بتاعتنا ما فيش حد يقدر ياخد أجازة من شغله أسبوعين أو أسبوع حد ده فيه الناس عايز يتعمل عاملين النهاردة يرجع شغله بعد يومين هنا الليزك يبقى كويس لكن افترض اللي ما ينفعش الليزك أو فمتو الليزك يبقى ما فيش ما يمنع ان احنا نعمل الليزر السطحي في هذه الحالة عشان كده في المؤتمرات الطبية الخاصة بالليزك طلعت جملة مشهولة أود باسمها back to the surface back to surface ablation back العودة مرة أخرى للسطح للسطحي خاصة أن دلوقتي ظهر حاجات جديدة في الليزر السطحي بقت تدي نتائج أحسن بقت أدق أكتر وفي نفس الوقت فترة النقاها باعتها أكثر لو رجعنا لو خدنا بالنا من الفيلم اولا احنا قدنا القرانية فيه طبقة خلايا احنا لازم نشيلها يدوي أو بكحول بتتشيل بك كزا طريقة وبعد كده سطح القرانية اللي هو النسيج نفسه بينزل عليه شعاء الليزر دلوقتي الليزر السطحي الليزر السطحي دلوقتي ما بيناش نعمل الخطوة دي بقى الليزر السطحي بقى نشيل الطبقة دي اللي هي الخلايا دي اللي هي ما لهاش قيمة في سماكة أو نسيج القرانية نفسه ما تأثرش على نسيج القرانية هنا بينشيلها بكحول بنحط كحول على إن العين مخفف طبعا وباين بتتشيل بطريقة يدوي بهذا الشكل كده دي بتقلل فترة النقاها أو بتطول قاسب فترة النقاها شوي علشان استخدمت مادة كيمائية على سطح العين طب دلوقتي فيه إيه الجديد؟ الجديد دلوقتي إنه الخطوة دي ما بعملهاش بقى بنعملش الخطوة دي خالص بقى نعمل إيه؟ شواء الليزر نفسه هو بيعمل العملية من أولها لأخيرا بنسميها no touch technique يعني ما فيش حاجة تلمس عين العين خالص الليزر هيعمل الطرق اللي هي مادهاش قيمة دي بتتشيل ينزل على السطح القرانية يصلح حيوب الإبصار متشكرين ما لمسش عين العين طب عايز اسأل السؤال بديهي بقى كان الليزر القديم بيشترد سمك قرانية معين عشان يديني درجات معينة في الإصلاح صح كده؟ ولو سمك القرانية مش جيد مش هادر أصلح قوي أو أصلح نص ونص في الليزر السطح هنا سمك القرانية هنا لا يعينيه ولا إيه؟ لا يعنيني برضو بس مش بالدرجة زي الليزر يعني الليزر أنا محتاج أكسب قرانية أكتر نفترض مثلا 500 490 مايكرون أو 490 من الألف من المالي لكن الليزر السطحي لا ممكن 490 نشتغل وانا مطمئن 485 485 500 أو أقل ممكن الليزر السطحي ما فيش مشكلة 500 أو أكتر الليزر يبقى أحسن هنا برضو الفرق ما بين الليزر والليزر السطحي الليزر السطحي بينزل شوع الليزر على سطح القرانية مباشرة دلوقتي الجديد اسمه ستريم لايت يعني الليزر بيبتدي من أول العملية لآخرة خالص مفيش أي خطوات مانيول مفيش أي خطوات بإيد الجراح بيعملها مفيش كحول ولا أي مادة كيميائية بتتحط على عين العيان كله من أوله لآخرة شوع الليزر يصلى حيوب الإبصار بنحط قطرة بعد العملية نقولك مشاكرين مع السلامة بسي بننبه المريض أن فترة النقاها بتبقى يعني ساعات بتبقى بيخة شوية زايرين 4-5 تيام نقوله مفيش داعة تتعرض للشمس البس نظارة شمس لو عايز تنزل للشارع ما عنديش مشكلة خالص هتحسك شوية حرقان وشكشكها بندي قطرات مسكنة بندي قطرات مخدرة المريض مفيش ما يمنع أن هو يمارس حياته أولا ما يقدر هو ينزل للبيت أو ينزل للشغل ما عنديش مشكلة خالص يقدر ينزل للبيت في ميزة ثانية أن لو دعك يدفع يعني مش يحصل حاجة يعني ما عندناش القطع اللي احنا عملنا القطع اللي احنا كنا عاملينه مع الليزك مش موجود فبالتالي نسيج القرنية محتفظ بقوامه محتفظ بسمكته زي ما هاي إذن هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات ينسبها الليزر السطحي وحالات تلانية ينسبها الليزك وفي حالات ينسبها الليزر السطحي والليزك الاتنين زي بعض وفي حالات ينسبها الليزر السطحي وما ينسبهاش الليزك وفي حالات ينسبها الليزك وما ينسبهاش الليزر السطحي يعني دي تعتمد على خبرة الجراح وهو رأيه في كل عين ساعات نفصل ما بين العين المين والعين الشمال ممكن نعمل العين الليزر سطحي والعين التانية فمتوليزك ممكن نعمل الاتنين الليزر سطحي أو التنين فمتوليزك على حسب ما أنا شايف ده بيخش في القرنية شكل قرنية سمكة القرنية إذا كان الشخص الأدامي ده راجل ولا ست سن أخباره إيه؟ بيشتغل إيه؟ الحاجات دي كلها بنحطها في الاعتبار عشان يختار الأنسب للشخص أنا محبش أقول المريض للشخص نفسه أنسب حل عشان يخليه يقلع النظارة وفي نفس الوقت يبقى محتفظ بالأمان بتاع نظره أو ثبات النظر بعد العملية على طول أطور فترة عندي كيس مهم قوي كيس ديت محتاجة بقى نفهمها بالراحة خالص عيان عمل ليزك أو شخص عمل عملية ليزك ويقول أن نظره بعد ما عمل عملية ليزك اتحسن وقعد فترة ممكن سنين ثم عادة يضعف مرة أخرى هل هذه المقولة صحيحة بنشوفها طب إيه الاحتمالات؟ المقولة صحيحة مش خطيئة هو في نوعين من ضعف النظر بعد الليزك في ضعف النظر طبيعي أولا إحنا بني أدمين أنسجة حية تتفاعل مع المؤسرات الخارجية عمرنا ما كنا جماد إحنا مش خشب ولا حديد إحنا من التفاعل إحنا في مرحلة نمو مرحلة النمو دي بتختلف من شخص للتاني بتختلف على حسب اللايفستايل أو أسلوب الحياة بتاعي أنا عدت ده من الكمبيوتر فترات طويلة ده بيساعد على تكون أسر نظر فهنا عندنا نوعين من ضعف النظر في ضعف النظر طبيعي يعني هو طبيعية الشخص ده أن ممكن نظر يضعف شوية أنا النهاردة سالب واحد بعد خمس سني ممكن أبقى سالب واحد ونص بعد عشر سني ممكن أبقى سالب واحد خمس وسبعين جرى العرف أن النظر بيكون ثابت في المرحلة العمرية ما بين سن عشرين أو تمنتاشر في البنات أو عشرين في الولاد حتى سن الأربعين فإذا الفترة دي بنفترض فيها أن النظر ثابت لكن وارد أن النظر يضعف بس يضعف حاجات بسيطة مش ملحوظة للمريد ما يحتاجش بسببها يرجع يلبس نظارة تاني يعني لعمل تليزك عند واحد عنده عشرين أو خمس وعشرين سنة المفروض أنه مش يحتاج يلبس نظارة إلا عند سن الأربعين وغالباً تبقى نظارة إيراية بس لكن كل قاعدة أوليها السناء ممكن هذا الشخص لأنه مفترض أن النظر يكون ثابت ممكن نظر يضعف ضعف بسيط بعد خمس ست سنين يضعف نص نمر هنا عندوش مشكلة إلا بالليل ووسائل عربية ييجي بالليل ووسائل عربية هيلاحظ أن الرؤية ما بقتش واضحة زي الأول بنخيره نعمل ليزر تاني أو ليزك تاني أو يلبس نظارة أو ممكن يسيب نفسه مش يحصل حاجة لو هو يعني متعايش مع النص نمرأ اللي موجودة عنده في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة الليزك نفسه إنه هو أنا ضعفت أنسجة القرنية نفسيها فحصل تدهور أو حصل تمدد في أنسجة القرنية إن هي بقت ضعيفة ما بتستحملش ضغط العين الطبيعي فبتتمدد لما أنسجة القرنية تتمدد ده هيترجم على طول في صورة زغلالة في النظر على طول هنا ده ده المشكلة هنا لازم نتدخل على طول ما بنخيرش العين نقوله بتلبس نظارة ولا تعيش كده وخلاص لا هنا لازم نعمل تثبيت نظر وسعب نحتاج نزرع حلقات زي قرنية المحروطية بالزد عظيم عمل الليزر السطحي فيه كم سؤال ماذا بعد الليزر السطحي ماذا يجب أن أتوقع ده سؤال مهم واشكره جدا على السؤال ده أنه هو الناس دايما بتقارن الليزر السطحي بالليزك بنقول لهم دي حاجة ودي حاجة الليزك فترة النقاع بتاعته بتبقى حوالي يومين ويقدر المريض يرجع شغله تاني عادي جدا بس بنقوله بس بحرص شوية ما تدعكش ديك في عينك مثلا الليزر السطحي أنا بقول المرضى بتوعي أسبوعين يعني أسبوعين أنت هتبقى ميداق شوية هتبقى فيه حرقان وشكشكة أربع خمس أيام معلش استحمللي فيه وما تدعيش علي فيه وفيه شبورة في العين بعد كده بتبقى حوالي أسبوعين عشان مش بنقوله المريض كده عشان يخاف لا بنقوله عشان يتطمن أن لما يسمع أن فلان عمل لزك ورجع بعد يومين ما يقولش قارن نفسه لا أنت تعملك حاجة وده تعمله حاجة تانية خالص أنت تعملك الأسلم لعينك أنت أو لحالتك أنت الحاجة التانية برضو بقوله المريض أنه فترة النقاعة طويلة عشان يعمل حسابه عنده مناسبة عنده فرح عنده واحدة عندها مناسبة أو فيه واحد عنده شغل اللي ما يدرش ياخد أجازة يأجل العملية لغاية ما يعرف فيه ياخد أجازة يعني أنت أنت مش لازم تعمل عملية دلوقتي ممكن يا سيدي أنت مش فاضل يومين دول مش هتقدر تأخد أجازة من شغلك على الأل الأسبوع خليها كمان شهر اثنين تلاتة السنة الجاي مش يحصل حاجة فإحنا لازم ننبه الشخص أن بعد العملية لازم يتوقع أن فيه شوية حرقان وشكشكة فترة النقاعة طويلة هتحتاج تقص في البيت شوية هتحتاج تلبس نظارة شمس على أول أسبوعين ونتنازل الشارع بس تبقى حريص شوية صغيرين غير كده في خلال شهرين بالزبط هو نفس حدة الإبصار هتاخدها من فمتوليزك هي اللي هتاخدها بالليزر السطح نفس حدة الإبصار نفس المميزات كل حاجة كل حاجة اللي استعداد فيه استعداد خاص للعملية دي ولا عادي هو أنا برضو لا يبقى فاهم بس إن فترة النقاعة تبقى طويلة ما فيش حاجة تانية خالص غير زيها زي أي عملية تانية بندي شوية أطرات مضادات حيوية قبل العملية بيوم ولا حاجة وخلاص دي العملية نفسيها بالمناسبة هنا دي العملية بتاعت الليزر السطحي أهو بنقول للمريد ركز على مصدر ضوء قدامك بيختلف من الجهاز سعب بيبلونه أحمر سعب بيبلونه أخضر يقول للمريد بس ركز كده قدامك أدي شو على الليزر كده شغال أول مرحلة ده بيشيل الخلايا الخلايا على سطح القرنية اللي احنا كنا بنشيلها بالطريقة اليدوي قبل كده هوت وبعد كده هوت بيكمل على طول تلقائيا هنا بيصلح حيوة الإفسار لأن شكل الليزر شكله اختلف شوية هنا بيصلح الأستيجماتيزم حاليا دلوقتي وبعد كده هوت بعد ما بيصلح الأستيجماتيزم وأسر النظر الموجود عند المريض احنا كده خلصنا العملية هنولى عن نور دلوقتي ونقول المريض نحط له قطرة نقوله تفضل مع السلام احنا كده خلصنا بس قديل العملية نفسية عبارة عن حوالي 30 ثانية 40 ثانية العين اليمين واللي زيها في العين الشمال ونقول لكم تشكرين خلاص ساعة بنلبس عدسة لسقة عاستقلل شوية صغيرين الشكشكة أو الحرقان اللي ممكن المريض يحس بيها لكن أربعة تيام بنشيل العدسة لسقة دي وده عدسة لسقة مش للنظر يعني للحماية بس لطبقة القرنية واتقلل الإحساس بالشكشكة اللي ممكن المريض يحس بيها بعد العمل بنشيلها بعد أربعة تيام وخلاص عظيم هنروح الشارع واسمعك سؤال أعتقد أنه يسأل عن الليزك عموما الناس لسه مع ده ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطح بالظبط لسه ما ذاكروش الحيطة دي تعالوا نشوف مع بعض أنا أختي عن مطل نظرها ضعيف بس هي بيتخاف تاعمل عملية الليزك بيقولوا أن في أضرار علان بعد كده مستقبلا يعني بيقولوا النظر بيركع تاني بس بسرعة أوحش من كده كلام ده صح ولا لا طبعا المشاهد الكريم لقيهم شوية في سؤاله هو نفسه بيسأل عن نفسه هو لبسنه الضار قالك أختي عماتا احنا بنرد لعليه بنقولك أختك بتلاقش الكلام اللي انت قلته ده كلام صح وغلط في نفس الوقت صح لو أنا اخترت عملية الليزك بعد الفحصات وبعد الفحص الدقيق وبعد ما فحصت العين ولقيت أن القرانية دي ما ينفعلهاش الليزك وأنا صممت كجراح أن أنا أجمد قلبي وعمل الليزك ليك فبالتالي أو ليها فبالتالي أن العملية هتبقى كويسة لمدة 6 شهور سنة ويبتدي النظر يتضهور وساعتي يبقى تضهور أوحش من ما أسرنا الضارة هي لبسها وغلط عشان أنا لو لقيت الفحصات كويسة وسمكي القرانية كويس وشكلي القرانية كويس وعملت العملية واستخدمت أعلى تكنولوجي موجودة زي الفيمت وليزر ما استخدمتش مشارك خالص وقت العملية وعملت كل حاجة مظبوط وهتلاقي النظر هيبقى ثابت مش هيضعف ولو ضاعف زي ما قلنا لسه حاليا قبل السؤال ممكن بضعف طبيعي بعد 10 سنين هيضعف نص نمرة مش هتحس بي ويا سيدي لو حسيت بي تلبس بنظرة بليل أو نعمل لك ليزر تاني مش هحصل حاجة الله يخليك ضيف العزيزة القيمة العلمية الكبيرة أستاذ الدكوة الرحمة أستاذ طب وجراحات الأيوم بكل الطب جماعة عن شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية بلندن اسم الكبير كان يضيفي فيه واحدة من أهم المواضيع وأكترها أهمية في عالم تصيح الإبصار وهو الليزر السطحي اللي أعتقد أنه لسه ما أخدش حقه من الناحية الثقافية الأعلمية رغم واسع انتشار هذا الموضوع على مستوى تصيح الإبصار في العالم باك توزا سيرفس أو العودة للسطح العودة مرة أخرى للليزر السطحي ده شيء مهم جدا وهو ده كان موضوع نهار يفهموا كواس جدا لأنه مهم جدا وخليكوا دايما مع الدكتور